مرحبا جميعا صبع الخير مرحبا فيكم بالويبنر الصباحي المقدم من شركة وينزور معكم رياض واليوم الثالث عشر من شهر سبتمبر وكالعادي طبعا ننظر إلى جدول بيانات الاقتصادية لليوم ومنلاحظ كان عنا بعض الأخبار المهمة على الاقتصاد السويسي اللي هو سعر إخراط البنوك منلاحظ أنه أبقوا على ما هو عليه وكان تغفيفا تقييم السياسة النقدية يعني تحدثوا بشكل عام عن وضع سعر الصرف ولم يكن هناك أخبار يعني مهمة أو واضحة تخريب النوع بالنسبة للأخبار التي نتوقع صدورها اليوم بعد قليل في عنا بداية طبعا أخبار على الاقتصاد الأمريكي كالعادي على الثلاث ونص بتوقيت قبرص أي اثناش ونص بتوقيت جرينج في عنا أخبار البطالة الأمريكية الأسبوعية وطبعا القراءة السابقة كانت 365 متوقعة 370 أعلى أو أسوأ ب5000 أضيفة أيضا على الاقتصاد الأمريكي في عنا بنفس الساعة أخبار مهمة بالنسبة لقراءات التضخم مؤشر أسعار المنتجين وكانت طبعا القراءة السابقة 0.3 متوقع 1.1 التغير الشهري طبعا بالزيادة طبعا بالتأكيد هي السيادة تعطينا مؤشرات لاحتمالية أكبر لارتفاع أسعار الفوائد ولكن من وجهة نظر أخرى لحظنا تباطئ بالاقتصاد الأمريكي ولحظنا أن شركات التقييم الاقتماني بتفكر أن تخفيض التصنيف الاقتماني لأمريكا فبالتالي اقتصادهم يتراجع بما أن الاقتصاد يتراجع وهناك الزيادة بالتضخم فبالتالي احتمالية رفع الفوائد مفروض أن يكون هناك رفع ولكن بالنسبة للتباطئ الاقتصادي لا نتوقع رفع فوائد خلال السنوات الاثنين أو الثلاث القادمة بالنسبة طبعا أيضا للجنة الفدرية للسوق المفتوحة أيضا لحظنا أنه ببتدأ يتكلموا عن سياسة تحفزية جديدة ثالثة من فترة الأزمة الاقتصادية على ما يبدو أنه رح يبحثوا موضوع شراء السندات وضخص يوليب الأسواق طبعا هذا بيعطي ردة فعل شبيهة بردة فعل تخفيض الفوائد وبالتالي بالتأكيد رح تعطي انتعاش أكثر بالأسواق خلونا نشوف ماذا خلال الأسبوع القادمة هل سيقوموا بإعطاء قراءات واضحة عن كيفية عمل سياسة تحفزية أو كيف رح تبدأ وهل رح تكون بالسندات أو بأوراق مليئة أخرى اليوم أيضا في عنا أسعار الفائد الأمريكية متوقع يبقائها على ربع بالمية على ما هي عليه سعر الفائد الفدرالي وأيضا في عنا الستيتمنت أو بيان اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة على ما يبدو اليوم قد يكون هناك حديث عن أو المستثمرين رح ينتظروا حديث عن سياسة تحفزية فبالتالي أتوقع إذا لم يتكلموا عن أي سياسة تحفزية رح يكون هناك حركة عنيفة بالأسواق والتحركات كبيرة وفي حال تتكلموا عن السياسة تحفزية رح يكون هناك اطمئنان أكتر للمستثمرين نهاية اليوم في عنا أيضا المؤتمر الصحفي على الساعة التاسعة وربع بتوقيت قبرص أي على السادسة وربع بتوقيت جرينيتش وأيضا رح يعطونا نفس الشيء معلومات أكتر عن التقرير الذي أصدروا طبعا خلونا نطلع على التشارت وبداية اليورو مقابل الدولار ومنلاحظ طبعا بداية اليورو مثل ما احنا شايفين مازال اليورو التحرك بشكل صعودي نوعا ما البارحة وصلت إلى أسعار ما يقارب مناطق المئة وتسعة وعشرين تلاتلتين أو أربعة وتلاتين ولم تعطي أي حركات نزولية تحت مناطق السبعين مثل ما احنا شايفين تقريبا أربعة وسبعين وأكملت التجاه الصعودي مرة أخرى إلى نفس الهيات اليوم وأبتدت بحركة نزولية بسيطة حتى الآن ممكن استعمال نقطة 128.70 كنقطة دعم أو 75 بالتالي طبعا في حال اخترق هاي المنطقة رح نتوقع عن خفاض أكتر إلى أدنى سعر وصل إلى البارحة مناطق 128.15 تقريبا مثل ما احنا شايفين هي نفس المناطق التي كان يتراوح عليها بالسابق واستطاع أن يخترقها في تاريخ داعش تسعة بعد هاي المنطقة في عنا النقاط التي كان يتراوح عندها بنفس الفترة من الأسفل إلى مناطق 127.50 تقريبا ليست بنقاط قوية إنما أهم النقاط مناطق 26.50 اللي هي المناطق التي أعطت القوة الكبيرة للصعود إلى الأعلى فبالتالي مناطق هاي في حال خفض تحتها رح تكون سلبية جدا على اليورو ولكن بشكل عام ما زالت النقطة بعيدة لن نراقب هاي النقطة ورح نراقب فقط للنقاط القريبة لليوم اللي هي الـ 28.75 والـ 28.15 من جهة أخرى من الأعلى إذا نظرنا على التشارت اليومي منلاحظ في أنه طبعا أدنى سعر وصل إليه بتاريخ 7.5 من سنة 2012 اللي هي منطقة الـ 129.53 رح نعتبر هاي المنطقة أول نقاط مقاومة وتاني نقاط مقاومة اللي هي مناطق الـ 130 ما يتراوح بين مناطق الـ 130 اللي هي أدنى أسعار كان يتراوح فيها بشهر 2 إلى شهر 4 فبالتالي نقاط الدعم السابقة التي اخترقها في بداية شهر 5 رح تصبح نقاط مقاومة وبالتالي ننتظر وصول إلى هاي النقاط حتى يعطينا إما اتجاه صعودي قوي إلى الأعلى في حال اختراقها أو انعكاس الاتجاه وإكمال الاتجاه النجولي مرة أخرى إلى مناطق الـ 24 على تشارت اليومي منلاحظ تقريبا معظم المؤشرات بطاعة قراءات سعودية متذبذبة بنوعا ما على تشارت الأربع ساعات تقريبا نفس الشيء تشبع بالشراء منلاحظ طبعا لما يكون هناك تشبع بالشراء معظم المؤشرات تبقى باتجاه صعودي متذبذب فبالتالي احتمالية حصول حركتها صحية المهم مراقبة مناطق الـ 29.5 إلى مناطق الـ 30.30 كحد أد أعلى فبالتالي عدم قدرته على الصعود فوقها بالتأكيد رح تغطينا انخفاض وتفريغ لتشبع الشراء الاستلين المقابل الدولار من جهة أخرى تقريبا مثل اليورو ما زال يتراوح من مناطق عالية أعلى أسعار وصل اليها مناطق الـ 31.31.31 واليوم أيضا يحاول الصعود فوق العشرينات ويحاول اختراف هذه النقطة على تشارت الساعة منلاحظ أيضا بعد ما صعد إلى هذه النقاط انخفض إلى مناطق الـ 60.80 فبالتالي رح تكون أول نقاط دعم أو الـ 60.75 كحد أعلى في حال وصوله لهذه النقاط قد تكون فرص جيدة للشراء مع اكمال الاتجاه الصعودي إلى الأعلى وفي حال لم ينخفض إلها وأكمل الاتجاه الصعودي فوق نقطة الـ 30 أيضا رح تكون فرصة للشراء مع اكتمال الاتجاه الصعودي مثل ما احنا شايفين أول أهداف رح تكون أعلى أسعار لتاريخ 10.5 مناطق الـ 61.80 ثاني أهداف رح تكون مناطق الـ 162.34 اللي هي تقريبا النقطة التي تدعى الانقفاض منها بعد الرأس ونهاية الرأس اللي عند مناطق الـ 163 وهي أهم نقطة على السترليني فبالتالي رح ناخد فقط النقاط القوية النقطة التي يتراوح عندها حاليا أعلى سعر وصل إليه ومن ثم مناطق الـ 61.80 ومن ثم مناطق الـ 163 من جهة أخرى من الأسفل مثل ما احنا شايفين على تشارت الساعة مثل ما تكلمنا عن نقطة الـ 16.80 هناك أيضا نقطة مشابهة عن نقطة الـ 16.35 التي اخترق بتاريخ 11.9 رح تكون هاي تاني نقاط دعم على السترليني وثالث نقطة رح تكون مناطق الـ 159.5 اللي هي النقاط التي كانت الجزء التاني أو الموجة التانية من الصعود بعد الموجة التي ابتدأت من الـ 158.30 بعد ما اخترق مناطق الـ 57 في حال طبعا اخترق النقاط الثلاثة هاي بالتأكيد رح يكون هناك انتهاء للحركة الصعودية او قد نتوقع حركة الصعحية الى الاسفل ومثل ما احنا شايفين تشبع بالشراء في معظم المؤشرات مع احتمالية لحركة الصعحية ولكن بشكل عام الاسترليني ما زال عنده نقاط اعلى لوصولها متأخر قليلا عن اليوروف وبالتالي بانتظار وصول مناطق الـ 63 أو الـ 61.80 ومن ثم الابتداء بالحركة الصعحية الى الاسفل كنقطة بداية على المدى المتوسط مناطق الـ 59.10 ومن ثم مناطق الـ 57.5 تقريبا اللي هي النقاط التي كان يتراوح عندها بالسابق والتي اخترقها بتاريخ 21.8 المؤشرات على تشارت الـ 4 ساعات ايضا ما زالت تعطي اتجاه صعودي نوعا ما مع انتظار اختراق لمناطق الـ 75 وللتأكيد الـ 165 حتى تعطينا التأكيد لابتداء الحركة الصعحية بالنسبة للدولار مقابل السويسري مثل اليورو طبعا حاليا يتراوح عند نقطة الدعم عند مناطق الـ 93.30 بانتظار اختراق هذه المنطقة التي هي طبعا اعلى سعر وصل اليه في تاريخ 14.3 و 15.3 مثل ما احنا شايفين وهو ايضا يقع عند المناطق الدنيا للقناة النزولية فبالتالي عدم قدرته على اختراق هذه المناطق قد يعطينا حركة الصعحية تصل الى مناطق الـ 95 اللي هي النقاط التي كان يتراوح عندها والتي اختراقها قبل بضع ايام وهي قريبة ايضا من القناة النزولية خط القناة النزولية اللي احنا شايفينه بالمنتصف في عنا نقطة بسيطة تقع عند مناطق الـ 94.4 اللي هي طبعا الاسعار التي كانت روح عندها قبل 10.9 والتي اختراقها بـ 11.9 وبالتالي اختراقه الى الاسفل قد يعطي اتجاه نزولي اكتر الى مناطق الـ 92.50 والـ 91.80 او 85 تقريبا فمتل ما احنا شايفين هاي هي نقاط الدعم بالخطوط الحمر ومن الاعلى بالخلوط الزرق هي نقاط المقاومة بالنسبة ايضا للمؤشرات على السويسر ايضا تعطي قراءات تشبع بالبيع ما نلاحظ انه هناك انخفاض لمؤشر الدعم او المومنتم وعدم قدرته على السعود فوق نقطة المية فبالتالي مازال اتجاه نزولي حتى الان ولكن مثل ما تكلمنا احتمالية حركات تصريحية موجودة بالاسواق الا طبعا في حال كان هناك تصريحات قوية جدا بتعطي قراءات لإكمال الاتجاه بهذا الشكل مثل تحسينات بمنطقة اليورو او انتهاء مشاكل الديون او اي اخبار اخرى تعلق بالبنك الفدرال الامريكي بالنسبة للدولار مقابليا حاليا يتراوح عند مناطق ال 77.60 على ما يبدو راح يستطيع لي انه يخترق مناطق السابقة بتاريخ 1.6 في حال ثبت انكساره تحت المنطقة نتوقع هبوط كبير على الدولار مقابليا الى الاسفل الى مناطق ال 75.5 الى مناطق ال 76 التي كان يتراوح عندها في السابق في تاريخ سنة ال 2012 ومن جهة اخرى من الاعلى مثل ما احنا شايفين ما زال يتراوح تحت القناة النزلية بهذا الشكل نقاط الدعم او عفل نقاط المقاومة عندها بعيدة نوعا ما فحتى الان راح نراقب المنطقة ال 78 في حال ارتفع فوقها راح يكون هناك تأثير ايجابي نوعا ما على الدولار مقابليا وتتبعها نقطة ال 78.30 لتأكيد الارتفاع الى الاعلى مع احتمالية صعود اليان بشكل كبير بعدها الى مناطق ال 79 مرة اخرى التي يوصل اليها في السابق والتي ايضا تقع تحت القناة الاتجاهي النزلية بالنسبة لنقاط الدعم من الاسفل اهم النقاط 77.60 هناك نقاط بسيطة عن مناطق 77.30 او 35 لا اتوقع تكون نقاط ذا اهمية ولكن من راقبها حتى نكون متأكدين من انتجاه الاسواق ومن بعدها انخفاض كبير الى مناطق ال 76 ومن ثم الى عد شارت الاسبوع مثل ما احنا شايفين ادنى اسعار ووصل اليها في السابق مناطق ال 75 ونص وهي ايضا نفس المناطق التي كان يتدخل عندها البنك المركزي الياباني مثل ما احنا شايفين بتلات مرات فنتوقع تدخل البنك المركزي الياباني في هذا المنطقة او عندما يقترب من هاي المنطقة فبالتالي نعرف تدخلات البنك المركزي الياباني قد تعطي سعود قوي لليان وضعف قوي الى الاعلى حتى يبقوا اسعارهم منخفضة اكتر من باقي الدول لا سويا حتى تكون منافسة للتصدير بالنسبة للذهب ايضا عدة مرات يحاول انخفاض تحت مناطق ال 127 و23 لاحظ طبعا انه البارحة كان عنده مناطق الثلاثينات او 32 لاحظنا انخفض تحتها وحتى الان يحاول السعود فوقها فبالتالي اي سعود فوق مناطق الثلاثة وثلاثين رح يكون له تأثير ايجابي للصعود الى الاعلى وبالتالي نتوقع اكمال الاتجاه الى الاعلى واختراق المناطق العليا التي كانت روح عندها من الاسفل طبعا مثل ما حكينا مناطق ال 23 او ال 24 تعد مناطق المهمة ولكن نقاط الاهم اللي هي القمة لتاريخ 6-9 التي اخترقها في تاريخ 7-9 في حال خفت حدة الصعود وقرر يكمل تجاه النجول الى الاعلى رح يكون هذا الهدف مناطق ال 1713 تقريبا على التشارت اليومي مثل ما احنا شايفين النقاط التي وصل اليها الدهب عن مناطق ال 1745 ليست نقاط مهمة ولكن بشكل عام انخفاضه تحت ال 23 وال13 رح تعطي البدء لابتداء الحركة التصحية الى الاسفل وقد تصل الى مناطق ال 1777 وفي حال اخترقها الى مناطق ال 1640 فبالتالي مثل ما احنا شايفين حركة تصحية تشبع بالشراء بشكل كبير وصوله الى مناطق تطرف عالية التي كان يتراوح عندها فبالتالي في حال يعني ما زلنا نعمل عمليات باتجاه السوق السعودي يفضل مراقبة اوامر الايقاف لنكون محمين من اي حركتها صحية ولكن هل يحبذ البيع بهذه المناطق لا اظن يفضل انه المتداولين يبقوا مع اتجاه السوق ومع الترند وطبعا في حال تدأنا نرى انعكاسات الى الاتجاه وقتها ممكن انه نبتدأ بعمليات البيع طبعا هذا كان التحليل لعملات رأسية والذهب لمقدمة شركة وينزور الصباحي فراح نقوم بانهاء الويبنار شكرا للمتابعة ونتمنى تجارة موفقة من الجميع